لأن في عقاب فض رابعة والنهضة رد الفاعل الدولي كان عامل ازاي افتكروا كويس وافتكروا الموقف الشريف العظيم للمملكة العربية السعودية انا بقولك يا مصريين عشان دي نقاط لازم تتوقفوا قدامها وما ترحش منكم ابدا لما اتحصل ده طبعا طلعت كلامه هم كانوا مستعدين للمظلومية في انهم يقولوا ان الاف ماتت تلات تلاف واربعة تلاف ده اه طبعا هم عملوا كده ونشروا ده للعالم كله والقنوات قامت بالدور ومؤسسات الدولة اللي كانت في وضع صعب ما كانتش قادرة تقوم بمجابهة ده فلا وحيطلع اجراءات وقد تكون الاجراءات دي اجراءات عقابية من بوسطة المنظمة الدولية المجلس الامن واجراءات عقابية اخرى فيوقف الملك عبدالله رحمه الله ويقول للبيان بتاعه ان اي مساس بمصر المملكة هتقوم بالايه خلي بالكو احنا يعني ده مش اي حد يعمل ده لان مش اي حد يوقف قدامك قدام قوة كبرى كده ويقول بيان بالمستوى ده في حينه ويبعد الامير سعود الفايس الرحمه الله برضو الى باريس عشان يتكلم معهم وتبتدي الدعم الحقيقي خارجيا لمصر عشان نبتدي نتحرك